دعنا نتابع نكمل يا صبايا موضوع اللي هو البرمير طبما حكينا على المر الماضي عن الشاشات بشكل عام هنفصل فيها بشكل تفصيلي في العمل طبعا احنا حكينا عن موضوع اللي هو الورك سبيس الورك سبيس هنا من ويندوز وورك سبيس بكتر انا احدد اكتر من طريقة عضل للشاشات اللي انا باشتغل فيها لاحظ الشاشة اللي انا موجود فيها ايش؟ من ويندوز وورك سبيس لإدتن هيا وضعية لإدتن افضل اشي بالنسبالي او بالنسبال لشغلي اللي انا بدي اياه ممكن استخدم افكت اذا بنتي تشتغل الاوديو لحال الكلر الكوريكشن لحال افضل اشي اللي هي ادتنج اس 5.5 هذي نظام توزيع شاشات حتى انت بتقدر التحكم في الشاشات كيف باتحكم في الشاشات؟ أرى الشاشة العليمية بين الشاشات أكبر و أصغر أيضاً أسكر الشاشات هذه الشاشة التي يمكن أن أسكرها وأفتحها ثانية من خلال Windows هناك لحظة البروجيكت مفتوح أو المشروع؟ لا، لم يختفى مثلاً السورس منتور السورس منتور إلتقي معي من هنا فروق ذلك التقى لكن الموصف يوجد مشكلة هذه السورس منتور أضط عليها هي بظهر معي رعاً هذه كل هذه الشاشات ممكن أيضاً أن أتحكم في الشاشة أو الويندوز كيف أمسك الويندوز يا صبايا؟ هناك هناك نقاط هناك نقاط جنب كل ويندوز هناك نقاط هذه النقاط معناته أنه أماكن الإنسان أماكن الإنسان أماكن الإنسان أمسك و أذهب إلى نظام التابات كيف نقاط البراوزر أيضاً التكبير والتصغير من أعلى إلى الأسفل أو يمين إلى الأشمال أكبر شاشة العرض أو أكبر تايملاين أو سيكونس كيف نقاط نرى الأدوات أيضاً موضوع وضع الشاشة يعني لاحظة هذه الشاشة بها مسكة طلعي لو أطلعها برا يطلع معي صح؟ هي طلعت معي أيش اللي ظهر معي؟ هل شايفين؟ المربعات والنظام المنحرف كيف أنا شلتم من النقاط هذي؟ من النقاط سيبيك من الشغل خليك معي الآن هذي إيش مزيتها؟ أقول لك أنه أنا ممكن أضعها في أكثر من مكان بديها على اليمين على الشمال فوق تحت أي على اليمين تظهر تقائم شاشة لحاء أبدأ شاشة لحاء بديها ضمن هذه الشاشة بحطها في النص بصير ضمن الشاشات الفرعية ضمن الشاشات الفرعية اللي أنا بديها بدي أحركها ضمن التابات بمسك من فوق بحرك على الشمال لسي نصير إيش؟ التاب الأساسي أو التاب الأول مثلاً الأوديو ميكسر بدي شيئا؟ بها سكره الميتة داتا الميتة داتا هذه معلومات عن الفيديو هنحكي عنها وفي عندي الإفكت كنترول هذه أيضاً مهمة ممكن أنا أضيفها هنا تمام؟ فهمنا كيف نحن نعمل التحكمات هذه؟ إذن الأساس عندي عملية التحكم في الشاشات من خلال النقاط النقاط اللي ظهر عندي وبقدر أحركها بالإضافة لعملية التكبير والتصغير للويندوز اللي أنا بستخدمها أو أيضاً الموضوع اللي هو الوركس بيس أنا ممكن أن أتنقل من خلال أكثر من سيشين أو أكثر من ووركس بيس ممكن أن أصمم ووركس بيس خاصة بيس يعني فيه شاشات إضافية هنا مثل زي الماركر أو غيره ممكن أن ألغيها وأحفظ أعمل فايل زي هيك أقول له إيش نيو ووركس بيس بحفظ ووركس بيس خاصة فيه تمام؟ خاصة بيس لكن أنا بفضل CS55 كيف ممكن أن نرجحها؟ بقول من ويندوز نيو إيش نيو ووركس بيس بروح على شيئين الاستعمة هنا نيو ووركس بيس ايش يعني نية الوركس بيس الاستعمة أنا نفس الوركس بيس يا شاشات يا شاشات يا اما اضافت شاشات وحذفت شاشات الان افكم الويندوز لما عمل نية الوركس بيس 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 اليدينة نية الوركس بيس بيس relies تسميها متeland أوكي يظهر عندني الوركس بيس الآن ما أفعلت في الوركس بيسه؟ ما هو الإجراءة؟ عملت الإعدادات بحيث أن أستطيع التحكم في الأبعاد بالإضافة إلى الشاشات وأماكنهم بالإضافة إلغاء الشاشات تنسي شاملية الويندوز